يسعدني أن أكون معكم اليوم في القمة العالمية للحكومات التي أصبحت حدثاً عالمياً مميزاً على أجندة الفعاليات العالمية ومنصة معرفية شاملة لاستشراف وصنع المستقبل كما يسعدني أن تكون هيئة كهرباء مياد بي شريكة طاقة المستدامة للقمة التي تعقد تحت شعار تشكيل حكومات المستقبل برؤية وتوجهات والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة أكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي ألا وهي الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الممتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 في مدينة إكسبو دبي خلال العام الجاري وستستكمل هذه الدورة من خلال تعزيز العمل مع كافة الأطراف والشركاء البناء على نتائج ومخرجات الدورات السابقة وقد جاء إعلان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام عشرين ثلاثة وعشرين عام للاستدامة في دولة الإمارات تحت شعار اليوم للغد ليؤكد الأهمية الكبرى التي توليها القيادة الرشيدة لتحقيق التوازن بين التنمية واستدامة البيئة التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ذراه وتعد الركيزة الأساسية لجميع الخطط التنموية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بما جعل دولة الإمارات ضمن أكبر دول العالم استثماراً في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة الحضور الكريم لقد كانت دولة الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياة المناخي بحلول 2050 ونعمل على تعزيز الريادة في مجالات الاستدامة والابتكار وصناعة المستقبل في جميع مشاريعنا ومبادراتنا لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياة الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من الطاقة النظيفة بحلول العام 2050 مع التركيز على الابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرغمي والاقتصاد الدائري كممكنات رئيسية لتحقيق الاستدامة وتتواءم استراتيجيتنا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وقد حددنا ثلاث مستويات رئيسية طبقاً لأولوية والأهداف بالنسبة لنا وضمن مساعينا لدعم الجهود العالمية للمكافحة التغيير المناخي اعتمد مجلس الوزراء أممام الإمارات للتحالف العالمي للاقتصاد الأخضر الذي تقودها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والتي تهدف إلى إطلاق البرامج والمشاريع ومبادرات ذات الصلة بالاقتصاد الأخضر وخلق نموذج للتموين المستدام وأيقامة شراكات البيدان النامية للتحقيق انتقال فعال إلى الاقتصاد الأخضر كما اعتمدنا الابتكار أساساً في منظومة العمل وانشأنا مركزاً للبحوث والتطوير ومركزاً للابتكار لإيجاد حلول فاعلة تتصدى للتغيير المناخي من خلال خفض المبعثات الكربونية وأطلقنا عدد المشاريع التي نقوم بتنفيذها في مجمع محمد بن راشد المكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتج المستغل بتكلفة تصل إلى خمسين مليار درهم وعند اكتماله سيسهم المجمع في خفض أكثر من ستة فاصلة خمسة ملايين طن من المبعثات الكربونية سنوياً ووصلت قدرته الإنتاجية من الطاقة النظيفة إلى الفين وسبع وعشرين ميجاوات حيث تشكل القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في دبي نحو أربعة عشر في المية من القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة الكهربائية ونستخدم في المجمع أحدث تغنيات الألواح الشمسية الكهروضوية ثنائية الأوجف مع نظام تتبع شمسي أحادي المحور وتنظيفها باستخدام روبرتات مما ساهم في رفع كافاءة الطاقة الشمسية من 11% سابقاً إلى نحو 27% ونظراً لأن الطاقة الشمسية تعتمد على حالات المناخ مع عدم توافرها خلال الفترة الليلية برزت الحاجة الماسة لإيجاد وسائل لتخزين الطاقة الشمسية وضمانها على مدار الساعة غمنا بإطلاق عدد من المبادرات والمشاريع في مجال تخزين الطاقة حيث اجتملت المرحلة الرابعة من المجمع على تقنية الطاقة الشمسية المركزة بأعلى برج شمسي في العالم بارتفاع يتجاوز 260 متر بغدرة 100 ميجاوات بتقنية الملح المنصهر و 600 ميجاوات بتقنية مرايا القطع المكافئ بأكبر قدرة تخزينية للطاقة الشمسية في العالم لمدة 15 ساعة كما نقوم بتنفيذ مشروع محطة كهرومائية بتقنية الضخ والتخزين في حتى بغدرة 250 ميجاوات تعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج وستنتج الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتى وتصل ساعتها التخزينية إلى 1500 ميجاوات ساعة ونظراً لأهمية الهيدروجين الأخضر في التحول إلى الحياد الكربوني قامت الهيئة بتنفيذ مشروع الهيدروجين الأخضر في المجمع ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية وتخزينه ثم إعادة تحويله إلى طاقة كهربائية بالإضافة إلى استخدامات الأخرى في قطاعات النقل الجوي والبري والبحري والصناعة كما نقوم بإعداد ملامح خارطة طريق لإستراتيجية الهيدروجين الأخضر يتم تنفيذها على مراحل كما دشلنا مشروعا تجريبيا في المجمع لتخزين الطاقة باستخدام بطاريات اللوثيوم أيون وبطاريات الصوديوم الكبرتية لتخزين الطاقة وأسسنا شركة لخدمات الطاقة بهدف تعزيز كفاءة الطاقة في دبي ونجحنا في عادة تهييل ما يقارب ثماني ألاف مبنى قائم في دبي كما شجعنا المتعاملين ضمن مبادرة شمس دبي على تركيب الألواح الشمسية الكهروضوية على الأسطح في مبانيهم ومنشآتهم لتلبية جزء من احتياجياتهم من الطاقة وبنهاية عام 2022 وصل إجمال الغدر المركبة للمبادرة إلى 500 ميجاوات وشاركت هيئة كهرباميات دبي في تأسيس أكبر شركة تبريد في العالم حيث يسهم تبريد المناطق في خفض أكثر من 40% من استهلاك طاقة تبريد ولتحفيز التنقل الأخضر أطلقنا مبادرة شاحن الأخضر لإنشاء بنية احتية متطورة للسيارات الكهربائية تتضمن حوالي 350 محطة شحن تعتمد على أحدث التقنيات الذكية والمبتكرة لتوفير تجربة سلسة للمستخدمين وأسهم تطبيق استراتيجية دبي لإدارة طلب على الطاقة والمياه في تقليل استهلاك الكهربائي بنسبة 17% للفرد وتقليل استهلاك المياه بنسبة 21% للفرد مقارنة بعام 2010 وتم تجنب ما يزيد عن 14 مليون طن من المبعثات الكهربوني خلال فترة من 2011 إلى 2021 ولتعزيز الكفاءة والفعالية التشغيلية لشبكات الكهرباء والمياه والتحول الرقمي أطلقنا القمر الصناعي النانوي ديوة سات ون ضمن برنامج هيئة كهرباء مياه والتبي للفضاء سبيس دي وخلال العام الجاري سنطلق القمر الصناعي سات تو حيث تعتبر الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النووية في عملياتها كما نستفيد من البيانات الضخمة من خلال أجهزة استشعار موزعة في محطات الطاقة الشمسية لجمع بيانات آنية وتحليلها بالتزامن مع بيانات الأقمار الصناعية استوحينا من الكلمات الملهمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم رعاه الله المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه وضمناه في المراحل الرئيسية الثلاث لإطار الابتكار وصناعة المستقبل الخاص بالهيئة التي تصبع تخيل المستقبل وتصميمه وتنفيذه وبهذا تكون الهيئة أول جهة حكومية تعمل على تضمين وإدراج كلمات صاحب السمو في إطار عملها الخاص بالابتكار وصناعة المستقبل وضمن مبادرة ديوة الرقمية الذراع الرقمي لهيئة كارباميا دبي نعمل على إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية والمساهمة في بناء مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي حيث ترتكز ديوة الرقمية على أربع محاور إطلاق تقنيات متطورة للطاقة الشمسية تشغيل شبكة طاقة متجددة تستخدم تقنيات تخزين مبتكرة والتوسع في استخدام حلول أدكاء الصناعي وتوفير خدمات رقمية تخدم المدن المستدامة الذكية مع ضمان أمنها واستمرارياتها في الفضاء الرغمي السيفراني ونظراً لأهمية البيانات كمحرك للتوسع والتنوع الاقتصادي المستدام أطلقنا أكبر مركز بيانات أخضر في العالم محايد للكربون يعمل بالطاقة الشمسية بنسبة 100% بحسب موسوعة جينيز ولدينا أكثر من 150 شريك ومتعامل محلي وعالمي في مجال الاستدامة والتبني الذكي لخدمات المتعاملين الذي وصل إلى 99% وتطوير أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة وحافظت للهيئة على مركزها الأول ضمن المؤسسات الخدماتية العالمية في تغرير النضج الرقمي للعام 2022 الذي أسترده جهة استشارية عالمية وضمن التحول للرقمي أطلقنا موظف الهيئة الافتراضي رماس المعتمد على الذكاء الصناعي في إطار استراتيجية للتوظيف تقنيات الذكاء الصناعي في جميع عملياتها وخدماتها حيث أجاب رماس على أكثر من 6.8 مليون استفسار من المتعاملين منذ إطلاقها في الربع الأول من عام 2017 حتى نهاية ديسمبر 2022 وسيسهم رماس في تجيع المتعاملين على استخدام القنوات الذكية وتقليل عدد الزيارات إلى مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة وسجلت الهيئة 98% من مؤشر السعادة اللحظي لحكومة دبي الذي تتولى قياسه هيئة دبي الرقمية كما أطلقنا استراتيجية الشبكة الذكية بإجمال استثمارات تصل إلى 7 مليارات درهم حتى عام 2035 لتوفير مزايا متطورة من بينها ميزات متميزة لتحسين العمليات وإدارة أصول والعدادات الذكية والخدمات المبتكرة ذات القيمة المضافة والارتقاء بتجربة المعنيين وتعزيز سعادتهم كما نجحنا في تغليل نسبة الفاغت في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى 2.2% ونسبة الفاغت في شبكات نقل وتوزيع المياه 4.5% وحققنا أدنى معدل انغطاع لكل مشترك سنوياً على مستوى العالم بلغ 1.1 دقيقة وفي محطات الانتاج نجحنا في الوصول لنسبة الاستخدام الأمثل للوقود بنسبة 90% الحضور الكريم مع تزايد التحديات المصاحبة للتغيير المناخي تبرز أهمية التعاون العالمي الجاد للمكافحته ومضاعفته الجهود لضمان الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والاستقلال والاستمرار في النمو والاقتصادي المستدام لتحقيق رؤية الغيادة الرشيدة في دفع جندة الاستدامة العالمية وتحفيز التنمية المستدامة وانعاهدهم ببذل قصارى جهدنا لدعم مبادرات ونشاطات عام الاستدامة لتحقيق الهداف المرجوة وليكون كوب 28 حدثاً فارغاً في مسيرة تصدي للتحديات التغيير المناخي من أجل مستقبل أكثر أشراقاً واستدامة لنا ولأجيالنا القادمة وفي الختام أقدم لكم رماس موظف في الهيئة الافتراضي للحديث عن مبادرة جديدة مرحباً بكم أنا رماس موظف هيئة كهرباء ومياه دبي الافتراضي يسعدني الإعلان أن الهيئة تعمل على أثراء خدماتها بتقنية شات جي بي تي وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية وستكون الهيئة بذلك أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم وأول مؤسسة حكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة تستخدم هذه التقنية الحديثة ضمن جهودها المستمرة لتعزيز ريادتها محلياً وعالمياً أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم